طيب يبقى احنا اتكلمنا عن التوبة واتكلمنا عن الدعاء نتكلم عن ايه كمان يا جماعة نتكلم عن القرآن معي ان اصلا القرآن ده محتاج حلقة الواحد وعم عزب بس طبعا محتاجين ان احنا نتكلم عن القرآن لان شهر رمضان ده هو شهر القرآن وقرأتك للقرآن في بقية الشهور والله تختلف عن قرأتك للقرآن في شهر رمضان ليه؟ لانه ما ده اصلا شهر القرآن شوف رب العزة وليه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والقرآن أصلا نزل فين؟ نزل في شهر رمضان في ليلة إيه؟ في ليلة القدر اللي هي إيه؟ خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر شهر رمضان عظم لأنه نزل فيه القرآن وعظمت ليلة القدر عن غيرها لأن هذه الليلة هي التي نزل فيها القرآن أيها الأحبة فلابد للإنسان أن يطهر قلبه قبل شهر رمضان لاستقبال شهر رمضان والاستقبال القرآن إيه عم الشيخ؟ موضوع القلب وموضوع القرآن سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي تزوج إحدى ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يستحي منه النبي ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن بيقول إيه؟ سيدنا عثمان صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم تاني تاني عم الشيخ والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم صح عم الشيخ؟ لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم يبقى القلب ده إيه؟ وعاء القلب إيه؟ وعاء لازمن إيه؟ أطهره كلما طهر كلما زاد استقباله للقرآن تاني عم الشيخ الكلام ده مهمة أوي كلما طهر القلب كلما زداد استقباله للقرآن يعني لما تلاقي واحد ربنا وفقه لحفظ القرآن وقرأة القرآن بالليل والنهار اعلم أن هذا الرجل قلبه طاهر ليه؟ لأن القرآن مش هينزل في مكان مش طاهر شكرا